التحالف الدولي ضد داعش يواصل اجتماعاته في روما بمشاركة مصر وشوق لوكاري يبحثان الملف الليبي والأوضاع في المنطقة الجعفر يقول ان وفد الحكومة السورية ينتظر من ديمستورا جدول اعمال محادثات جينيف وقائمة بمرشح المعارضة ووضع حد للعلم في البلاد والمضيق دمات عمل مصر وروسيا توقعان ثلاثة اتفاقيات اقتصادية على رأسها اتفاقية لانشاء المنطقة الصناعية الروسية بشارك بورسعيد موسيقى 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 الرابع عصرا في القاهرة الثانية بتوقيت جرانتش فانورما اخبارية شاملة تأتيكم من النيل اهلا بكم الى تفاصيل الانباء تتواصل في العاصمة الايطالية روما اعمال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ومشاركة وزير الخارجية سامح شكري واكثر من عشرين دولة لبحث توسيع استراتيجية محاربة التنظيم ومراجعة ما تم احرازه بالفعل خلال الشهور الماضية من جانبها اكد وزير الخارجية الامريكي جون كاري ان عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ستكون طويلة الامد موضحا ان التحالف نفد حوالي عشرة الاف ضربة جوية واستهدف تسعين من قادة التنظيم كما طالب كاري بتوسيع المساهمات المالية لاعادة امار العراق وتحقيق الاستقرار وتقديم الدعم الدولي للجهود الدبلوماسية في سوريا واستمح بالوصول للمساعدات الانسانية للشعب السوري معنا للمتابعة والتحليل على الهاتف سيد اللواء دكتور سامح ابو هاشيمة الخبير العسكري واستاذ العلوم الاستراتيجية سيدة اللواء بعد هذا الاجتماع هل تتوقع استراتيجية موحدة لمواجهة التنظيمات الارهابية حول العالم خاصة داعش تتوقع فعلا اقتناع كل من حلف الناتو بما يشمله من الدولة الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية على ضرورة على ضرورة القضاء وضحر داعش وتنظيم الدولة الاجرامية في كل من ليس فقط السوريا والاراق ولكن ايضا في ليبيا لان هذه التواسع اللي هم مدنين وبناء على الفكر بتاعهم الخلافة الاسلامية المتنمية اللي هي ما بتبتفيش بانها سيطرة على الاراضي الموجودة اللي فيها في كل من سوريا والعلاق لا لتواصلت انها بقت قوة ليبيا وخاصة ان في المناطق الكثيفة ومش الكثيفة وبس لا دي الكثيفة اللي فيها موارد بتولية وصلاة اثار بيدي ليه لداعش القدرة على الدعم المهدي والمالي اللي بيديها فرصة كمان نعم انها تتعامل بالسياسات ومعاملات مع بعض الدول الغرى ودائما اكتشفنا عن طريق روسيا فيما حصل في تركيا على كل من الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناس وكل من هو يحتم بمجبهة الارهاب خاصة ان وجود الارهاب في ليبيا وتوسعه في الدول الرغوة في افريقيا حيشكل تنامي لهذه القدرات مما يخلق تعديد لكل من جنوب اوروبا بما يشكل زعزعة في استقرار تلك الدول مش كده وبس بل هيبقى يوصل الى ان هذه الدول ستكون منها وفيها بعناصر اجرامية وارهابية ده ما بيسموا حاليا الزئاب المنفدة نعم طب ست اللواء هذا التغلغل اللي اشرت اليه حضرتك في دول كثيرة سواء افريقية او غيرها هل هذا ما دعى وزير الخارجية الامريكي كيري الى القول بان محاربة التنظيم ربما يطول امدها سهلا لان على الواقع الان داعش تمسك بكثير من المواقع والاراضي في كل من سوريا والعراق والليبيا وداعش على اتصال مع بعض التنظيمات الارهابية الاخرى اللي بتديها لنتيجة لانهم اعلنوا التبعية للخلافة لداعش فبيديهم تا قدرة على انهم ينصقوا الاعمال خاصة ليس في افريقيا فقط او في المنطقة العربية فقط ولكن اقصد بها اوروبا لكن هل تتوقع ست اللواء ايضا؟ اشتراك المصري المشاركة المصرية هنا المشاركة المصرية هنا مشاركة في اطار الثوابت القومية خد بالك ان مصر من البداية عندها ثوابت قومية ان الحرب عن الارهاب ليس هو الحرب للداعش فقط ولكن لذي بأن يشمل كل الارهاب في كافة المناطق التي تعاني من الاعمال الارهابية هذا ما اكده الرئيس سابقا واكده ايضا وزير الخارجية سامح شكري سامح شكري سامح شكري من عرض طلب الدعم عشان المحاربة هو فعلا بس هذا الدعم يجب ان يوجه الى الدول التي تحارب الارهاب بمعنى هنا يجب ان تدرك الولايات المتحدة الامريكية ويجب ان يدرك الناتو ان تسليح وزيادة قدرات الجيش الوطني النيبي هو يصب في صالح التوجهات الامريكية والناتو خاصة بان هو هيأمن له ثات اربع حاجات اولهم الهجرة الغير الشرعية اثنين عدم تمدد شاعة داعش في افريقيا ثلاثة ان تحجيم داعش في انها تصدر الارهاب الى دانوب اوروبا طيب الى اي مدى يمكن ان يتفق حتى الشركاء الغربيون الولايات المتحدة واوروبا على توسيع نطاق العمليات العسكرية في ظن معارضة او تحفظ على الاقل من جانب بعض الدول لن يكون هناك تعفظ وانا بابدو متفق معك ان هناك تعفظات ولكن من الضرورة ان يكون هناك تعفظ لان الارهاب الان في عكر دارهم الارهاب الان ليس من داعش فقط اقصد تحفظ على المشاركة من جانبها سيد اللوام تعفظ على المشاركة بالقوات لا مشاركة القوات المستعدف ليس مشاركة القوات فقط ولكن المستعدف هو زيادة القدرات للدول التي تجابه التي تجابه على الارهاب وداعش خاصة زيادة قدراتها بحيث ان يبقى بدل ما يبقى طلعات ضرب بالقوات الجوية فقط قد يكون لو ايه ان دعمنا العراق والكيش العراقي يستطيع بزيارة قدراته ان يزيد معدلات التحرير الاراضي التي تحت سلط الداعش لو احنا في اتفاق جنيه في النهاردة اللي هو شغال لو احنا دعمنا المعارضة السورية في انها تكون لها بعض التواصل مع السلطة في سوريا هيكون دوت تعالف جديد ضد الارهاق في سوريا وما يخلص دو واجهات لمجابة هذه العراق اللي انا عايز اقوله ان الان الان اوروبا والولايات المتحدة الامريكية فعلا فعلا يحسوا تماما بمسئوليتهم ليست الاخلاقية ولكن مسئوليتهم الضمنية وربما يكون هذا واضح من ردود افعال ايضا المشاركين في المؤتمر وضحت الفكرة شكرا جزيلا لك الواد دكتور سامح ابو هاشيمة الخبير العسكرية واستاذ العلوم الاستراتيجية عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات تنائية مع وزير الخارجية الامريكية جونكاري بناء على طلب من الجانب الامريكية ذلك فور وصوله الى العاصمة الايطالية روما للمشاركة في الاجتماع الوزري للتحالف الدولية ضد داعش وقد تركزت المحادثات على الاوضاع في ليبيا بالاضافة الى تطورات الازمة السورية واليمنية والقضية الفلسطينية وطرح شكري خلالها كافة عناصر الرؤية المصرية للتعامل مع تلك الازمات كما تم الاتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين خلال الفترة القادمة لضمان طرح حلول ومقترحات تسهم في دعم جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية ودعم العملية السياسية في سوريا اعلن رئيس وفد الحكومة السورية لمفاوضات جناف بشار الجعفري ان المفاوضات غير المباشرة لا تزال في مرحلة تحضيرية واوضح الجعفري انه سيتم مناقشة كل القضايا عندما تبدأ المباحثات مضيفا ان وفد الحكومة السورية ينتظر من مبعوث الامم المتحدة الى سوريا استفان ديمستورا تقديم جدول اعمال للمحادثات غير المباشرة وقائمة المشاركين فيها من فصائل المعارضة هذا وتتواصل في جناف محادثات السلام السورية لليوم الثاني على توالي بلقائن بين المبعوث الاممي الى سوريا استفان ديمستورا بوفدي نظام والمعارضة وتزامنا اعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف ان مشاركة ما يعرف بجيش الاسلام او احرار الشام في المحادثات ستكون بصورة منفردة ولا تعني انهما جماعتان شرعيتان وليست ارهابيتين تعاطم مختلف من قبل وفدي النظام والمعارضة السورية هذه المرة مع جولة مفاوضات جينيف ثلاثة فالطرفان حتى نهاية اليوم الاول من مباحثاتهم مع المبعوث الاممي لسوريا وقبل دخولهم في محادثات غير مباشرة لم يتطرق الى ثوابتهم السابقة كما كان متبعا في جولتي جينيف واحد وجينيف اثنان والتي تمسكت فيهما المعارضة بان لا يكون الاسد جزءا من الحل السياسي فيما اصر وفد النظام على عدم السمح بوجود شروط مسبقة للتفاوض او وجود تدخل ودغوط من اي طرف خارجي نقاط التفاوض لم تتعدى حتى الان حد المطالبة بوقف اطلاق النار وحل الازمة الانسانية وفك الحصار عن المدن المحاصرة واطلاق صراح السجناء الحكومة السورية ابدت تفاهما وموافقة فيما يتعلق بطلب دخول المساعدات الى العديد من المناطق المحاصرة اما باقي الطلبات فطالب بها المبعوث الاممي القوى الكبرى بالتدخل ادعو القوى الكبرى الى البدء فورا في محادثات بشأن كيفية فرض وقف اطلاق النار في انحاء سوريا واتفهم مخاوف المعارضة بشأن الوضع الانساني وانه اذا اطلقت الحكومة صراحة السجناء من النساء والاطفال فسيكون هذا اشارة على ان شيئا ما يحدث سعيا لتحقيق تحسن حقيقي وفد الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية قال ان المعارضة تسعى للمشاركة في العملية السياسية لانهاء الحرب وذلك بعد تلقي رسائل من المبعوث الاممية وصفها الوفد بالايجابية المعارضة جاءت كي تبحث مع المبعوث الخاص ديمسورة قرار الامم المتحدة رقم 2254 ورفع الحصار ووقف الضربات الجوية الروسية وما صدر من المبعوث الاممي نعتبره ايجابيا حتى الان وترفض المعارضة الدهول في محادثات غير مباشرة مع وفد النظام السوري قبل تلبية مطالبها المتعلقة بالشق الانساني من الازمة فيما وافقت على الالتقاء بديمستورة بعد ان تلقت ضمانات من المجتمع الدولي وبعد الحصول على رد ايجابي من موفد الامم المتحدة يتعلق برفع الحصار عن مضايا كما تقول وفقت الحكومة السورية على السماح بدخول المساعدات الى العديد من المناطق المحاصرة في بادرة حسنينية على ما يبدو مع بدء محادثات السلامة واصرح المتحدث باسم مكتب شؤون الانسانية في الامم المتحدة بان الحكومة وافقت من حيث المبدأ على دخول القوافل الى المناطق التي تحاصرها قوات الحكومة كان مسؤول بالمعارضة في سوريا قد صرح في وقت سابق بان على الحكومة السورية ان تعلن خلال ايام قلائل استعدادها للاتخاذ عدد من الاجراءات لاثبات حسن النواياء على الارض منددا بالموقف المناهض لذلك اكد مصدر عسكري سوري اليوم ان الجيش السوري ضمر خلال عملياته ضد المسلحين عشرة مقرات وآليات ومنصات لاطلاق الثواريخ لمسلح جيش الفتحة في رفي ادلب وحمام ومن جانبه اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ان سلاح الجو الروسي شن 400 ضد مواقع الارهابيين في سوريا في الاسبوع الماضي ونفى المتحدث الروسي ما تردد عن اعلان تركيا بان طائرة حربية روسية انتهكت مجالها الجوي وصف التصريحات بانها استفزاز متعمد في اطار الحرب على التنظيمات الارهابية في سوريا قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف ان سلاح الجو الروسي شن 468 غارة جوية ضد مواقع الارهابيين الطائرات الروسية نفذت 468 طلعة جوية ضد الارهابيين في سوريا وقال كوناشينكوف ان الغارات اصابت 1454 موقعا ارهابيا اصابنا خلال الغارات 1454 موقعا ارهابيا في محافظات حلب واللاذقية وحمص وحمى ودمشق والرقة ودرعا ودير الزور واضاف كوناشينكوف ان كافة الضربات التي تنفذها الطائرات الحربية الروسية في سوريا موجهة فقط ضد اهداف تم التأكد منها بعد تلقي احداثياتها من مركز التنصيق المعلوماتي وقيادة الجيش السوري وردا على اعلان تركيا بان طائرة حربية روسية انتهتت مجالها الجوي قالت وزارة الدفاع الروسية ان هذه التصريحات لا تدعمها اي بيانات واقعية ووصفتها بانها استفزاز متعمد الهستيريا التي بدأها الجانب التركي والتي نعتبرها دعاية لا اساس لها تبدو الى حد كبير استفزاز متعمدا لقد حللنا البيانات الخاصة بالطيران في شمال سوريا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية ولم نجد اي اختراق من جانب الطيران الروسية للمجال الجوي التركي وقال المتحدث ان الجيش الروسي حصل على تسجيل مصور من هيئة الاركان العامة للجيش السوري ومن جماعة سورية معارضة يظهر بطارية متفعية تركية تقصف قرية حدودية سورية معي عبر الهاتف من دماشق الدكتور صابر فالحوت مدير المركز العربي لدراسات الاعلامية دكتور صابر يعني في عيك لماذا ينظر الى المعارضة المتواجدة اطرافها في محادثات جنيف بانها غير جدية ربما يعني ترجم ذلك تصريحات مباشرة واضحة لرئيس الوفد الحكومي السوري الى محادثات جنيف بشار الجعفري لا شك ان المعارضة المسمات بالمعارضة السورية المتواجدة في جنيف والتي لم يتح لها الذهاب الى جنيف تكبع في فنادف فخمة وتتلات رواتب بالدولار غخمة وتركب السيارات الفارهة وليس لها مفتحة بان يقفى القتال وان يد حرر في سوريا وكلما اطالت الازمة كلما اطالت مدة صرائها وغناها واستراحتها اطفاله واولاده يتعلمون في المدارس الاجنبية وهم يستريحون في الفنادف في العواصم التي يقفعون فيها ولذلك لا يصدى أحد في سوريا انهم يتباكون على الجياع والمحاصرين والمشردين والذين تهدموا بيوتهم وتأكلوا أكبادهم وطيوبهم في سوريا من خبل الأرهاب التكفيري الداعشي الوهابي نعم لكن اذا كنا نتحدث عن الجدية في ابداء حسن النية الوفد الحكومي يعني استردى على سماح الحكومة بدخول المساعدات إلى بعض المناطق المحاصرة النضرة إلى هذه الخطوة بأنها غير كافية وأنه يجب في الأساس فك الحصار عن هذه المناطق ليست هناك مشكلة في سوريا أن يصل الغذاء والدواء إلى أي مواطن سوري سواء عن طريق الأمم المتحدة وهيئاتها القطصة أو عن طريق الهلال الأحمر السوري وهذه ذريعة يتدرع بها المعارضون السوريون الداعمون للإرهاب في سوريا من أجل أن لا يكون هناك حل سياسي سلمي توافقي يوقف الحرب في سوريا نعم من دمشق الدكتور صابر فلحوت مدير المركز العربي للدراسات الإعلامية شكرا جزيلا لك تمكنت القوات العرقية من تحرير منطقة البوريشا شمالية الرمادي من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباكات عنيفة لساعات أصفرت عن مقتل ثلاثة وثلاثين إرهابيا وتدمير عشرات السيارات وأليات التنظيم كما قصف طيران الدياش العرقي أهدافا للتنظيم بمنطقة الزركة بمحافظة صلاح الدين وفي الرمادي تواجه قوات مكافحة الإرهاب العرقية صعوبة في أعادة بناء المدينة بعد تحريرها من داعش بسبب الألغام التي زرعها التنظيم في شوارع المدينة بعد أسابيع من إعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي في الرمادي وجدت قوات مكافحة الإرهاب العرقية صعوبة في إعادة بناء المدينة بسبب الألغام التي قام بزرعها التنظيم في شوارعها استعادة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار تمثل أول نجاح كبير للجيش العراقي منذ انهياره في مواجهة التنظيم في شمال البلاد وغربها قبل ثمانية عشر شهرا مئات الغارات الجوية وأعمال التخريب التي قام بها تنظيم داعش حولت مناطق الرمادي إلى ركام فضلا عن وجود مبان بأكمالها مهددة بالانفجار في أي لحظة بعد قيام التنظيم بزرع المتفجرات بها تنظيم داعش هو أكثر من استخدم العبوات الناسفة وأكثر من استخدم المواد المتفجرة على مدى العصور حيث لم يترك الإرهابيون شبرا إلا داخل شوارع وأزقة مدينة الرمادي إلا فقخوه ولم يتركوا منزلا إلا قاموا بوضع العبوات الناسفة وتفخيخه طبعا هذه المنازل تعود لمواطنين أبرياء استخدمها التنظيم في محاولة لإعاقة تقدم القوات العراقية من جانبها أكد قائد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم أن واشنطن تعتزم إرسال مروحيات هجومية من طراز أباتشي ومستشارين لمساعدة العراق على استعادة مدينة الموصل أيضا في أقرب فترة ممكنة مشيرا إلى أن التحالف قام بتدريب أكثر من 17 ألف جندي عراقي ونحو ألفي شرطي حتى الآن طائرات التحالف الدولي بدورها تواصل تنفيذ غاراتها وطلعاتها الاستكشافية حيث نفذت 12 طلعة شملت مناطق البوشجل والثرثار والبوشهاب بالأنبار والموصل بنينوى وكركوك كما دمرت منصتي صواريخ في منطقة البوذياب من جانبي قصف طيران الجيش العراقي تجمعات لعناصر التنظيم في منطقة الزركة بمحافظة صلاح الدين ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير سيارتين مزودتين بأسلحة رشاشة لداعش في جبال مكحول ومقتل من كانوا على متنهما معنا لمزيد من التفاصيل عبر الهاتف مراسل النيل في بغداد تحسين طه تحسين كيف تبدو الأوضاع لديك خاصة في الرمادي وصلاح الدين تحسين يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا في بغداد تحسين طهن واسل تقديم بانوراما الرابع وقعت مصر وروسيا أربع مذكرات تفاهم في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة التي استضافتها القاهرة على مدى ثلاثة أيام وشملت المذكرات اتفاقا على إنشاء منطقة صناعية روسية بشرق فورسعيد إلى جانب اتفاق بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة وكل من البنك الأهلي وبنك مصر أيضا تم توقيع ومتكرة تفاهم بين وزارة الطيران المدني باستيراد أربع طائرات سخوي بجانب ست طائرات أخرى تعقدت عليها إحدى الشركات الخاصة المصرية كما شملت الاتفاقات البدء في مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والتجمع الاقتصادي الأورو أسيوي للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية دكتور شريف يعني مصر وروسيا وقعت اليوم ثلاثة اتفاقيات على رأسها مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد خلال فعاليات دورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين كيف ترى مستقبل التعاون على ضوء هذه الاتفاقات التي أكدت نية الجانبين على متابعة التعاون الاقتصادية مساء الخير على السادة وعلى السادة المشاهدين طبعا إحنا حضرتك هذه الاتفاقية تعتبر بداية جني ثمار مشروع قناة السويس الجديدة لأن زي ما حدثنا سابقا مشروع القناة السويس الجديدة هو معهول أساسا علشان يمثل بنية أساسية لمشروعات عملاقة وكبرى سواء كانت في شكل مناطق صناعية لما دلوقتي المناطق الصناعية الروسية أو في شكل مشروعات صناعية عملاقة جاي اللي ان شاء الله يعني أنا أعرف عنه جاي من من الصين ومن تايلاند وجاي من بعض الدول زي البرازيل الآن بتدريس أيضا أنها تعمل لها أو تأخذ مكان يعني المنافسة شديدة جدا على الحصول على مساحة يتم تنميتها اقتصاديا في هذه المنطقة عايز أقول أن الحقيقة لازم ننوح هنا أن لما السياسة العامة للدولة ولما يكون رئيس الدولة له من الاحترام وله من التقدير سيكون هناك المزيد والمزيد طب إذا حاولنا أن نترجم ذلك بلغة الأرقام إلى أي مدى يسهم ذلك في تنمية المنطقة الاقتصادية هناك وأيضا خلق فرص عمل وما إلى ذلك سيئتك تعلم أن نتاحة المنطقة الاقتصادية حوالي 2 مليون متر مربع بافتراض أن حيبقى فيه 50% من هذه المساحة لعملية خدمات المنطقة يعني عندنا مليون متر مربع صافي في معظرة مصارع ومنشآت سمعية أخرى جدا هذه المليون افتراض أن مساحة كل مصنع في المتوسط حوالي 5000 متر مربع يبقى عندنا 200 مصنع لو كل مصنع بأيضا في المتوسط بنتكلم على حوالي 500 عامل يبقى بنتكلم على في حدود 100 ألف عامل بشكل مباشر في هذا نضيف عليها حجم العمالة المؤقتة اللي حتيتم فيه أستاء إنشاء هذه المطاعة نضيف عليها حجم الدخل القومي إذا حييجي من الرسومة بالغاية وإنشاء هذه المطاعة نضيف عليها أيضا حجم البيادة في الدخل القوم الإجمالي من خلال أن هذه المنطقة وهيرها من المناطق الإجتماعية زي الصينية أو زي الصينية إن شاء الله ستكون أغلب منتجات موجهة للبصديق وبذلك سيكون مدادة في الدخل القوم الإجمالي من خلال حدرات المصدرية نعم شكرا جزيلا ووضحت الفكرة فعلا الدكتور شريف الخريبي الخبيل الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجي التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتروف والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول لقاء عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بمجالات الشراكة والتعاون الاستراتيجي في ضوء بروتوكولات التعاون العسكرية التي تم توقعها بين القوات المسلحة لكل البلدين خلال الاجتماع الثاني لللجنة العسكرية المشتركة التي ترأسها وزير الدفاع في البلدين في إطار العمل على إزالة المخلفات وإشغالات الطرق وتحقيقا لإعتبارات الردع وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لعام 1956 الخاص بإشغالات الطرق العامة ينص القانون على الحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومئة ضعف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال في إطار سعي الدولة إلى إعادة الوجه الحضاري للشارع المصري أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لعام 1956 في شأن إشغال الطرق العامة أهم عندنا حاجة للمواطن اللي عايز يأكل عيش ده بس مش معنا أن انت عايز تأكل عيش أن انت تتعدى على حقوق الآخرين تطبيق القانون ده طبعا هيساعد على أن الوجه الحضاري بتاع مصر يرجع تاني بشكل أفضل بكتير يعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات إلى مائة ضعف إلا أنه أولا وأخيرا يتم في إطار تنفيذ القانون وقبل أي حاجة احنا بننبه المواطن مرة واثنين 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 إن وقفتك دي غير حضارية أو إحنا عايزين ننهت بالبلد بدل ما أنت وقفه وقفل الطريق والكلام ده كله فاحنا نبهناهم أكتر مرة فتقريبا كده لما نطبق القانون اللي تعمل جدا بإذن الله الناس هتلتزم والشارع هترجع أحسن من الأول أصحاب المحلات والباعة الجائلين احتلوا أرصفة الشوارع دون حسيب أو رقيب مما يسبب الكثير من المشكلات أبسطها إعاقة المشاه والمرور ولكن يبقى السؤال مأهول بديل لهؤلاء معيش ديش بديل معنديش صنع معنديش أي مهنة تانية أعمل إيه لو بيعنا سوية مهنة ديل نتماسك لو بيعنا سوية عيش نتماسك نعمل إيه معايا طبعا عشان نقدر نمشي صح ونمشي عين على الرصيف مفيش رصيف من نمشي عليه المفروض ده اللي يحصل ويخلونهم أماكن بس يخلونهم أماكن أهم حاجة يخلونهم أماكن على جنب شوارع جانبية بتاعها بس شوارع الأمومي دي ما بني ليش نوصيف نمشي عليه هم الحكومة يعني هم معزي هناز غلابا يقولون عليهم يقولون حاف بس عادي نقدر عنه دولة تسعى لتستعيد دورها القوي في النهود بالبلاد وها هي القوانين التي تضمن للمواطن حقه في أن يعيش في بيئة طليق به الشارع لنا جميعا والطريق ليس ملكا لك وحدك هذه رسالة واضحة من الدولة المصرية ومن هنا كان اتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على ظاهرة إجغالات الطرق نشو صالح النيل أكد الدكتور الهيال الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية أنه تم تشكيل لجمة فنية مكونة من تسعة أعضاء من الأكاديميين والخبراء لمناظرة منهجي العلوم والرياضيات بالمناهج العالمية وذلك بهدف تطويرها جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة تحت عنوان مقارنة مناهج العلوم والرياضيات بالمناهج العالمية مناظرة منهجي العلوم والرياضيات بالمناهج العالمية لمعرفة مدى مواكبة هذه المناهج مع المناهج العالمية هدف ورشة العمل التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بعنوان تطوير مناهج العلوم والرياضيات وفقا للمناهج العالمية عندنا حوالي 150 عالم من علامة مصر في مجال العلوم والرياضيات وطرق تدريس العلوم والرياضيات عندنا أيضا خبراء من مركز تطوير المناهج في الوزارة وعندنا أيضا مستشارين وموجهين ومعلمين مشاركين في النهاية أننا عندنا ورشة ستستمر من اليوم حتى يوم الجمعة القادم الناس موجودة بشكل دائم سوف يتم مراجعة المناهج المصرية وتحديد ما إذا كانت تحديها إلى تغيير أو تعديل أو الإبقاء عليها كما هي إذا كانت ممثلة أو مناظرة أو قريبة مما يدرس في العالم لجنة فنية مشكلة من تسعة أعضاء هم خبراء وأكاديميون وأساتذة جامعات يقومون على مدى يومين بمقارنة منهجي العلوم والرياضيات بالمناهج العالمية وهو ما تم الإعلان عنه في المؤتمر خلال تلات أيام هنطلع بتقرير بيقول الآتي يأما المناهج بتاعتنا كويسة يأما المناهج بتاعتنا محتاجة تغيير أو تعديل يأما المناهج بتاعتنا محتاجة تأليف جديد أو نتبنى منهج أحدى الدول اللي احنا شفناها اللي هيكرر ده مين؟ مجموعة العلماء واللي جانب اللي انت شفتيها وتبدأ بعد كده مرحلة التطوير اللجنة الفنية سترسل تقريرها النهائي لوزارة التربية والتعليم وفي حال ضرورة التطوير سيتم اللجوء إلى متخصصين في تطوير المناهج كما تقوم وزارة التربية والتعليم بعقد ورش عمل أخرى لتطوير مناهج العلم الإنسانية ولا يلحديني النيل نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل المقاومة الشعبية في اليمن تتقدم في الجوف والمحافظ يؤكد تحريرها بالكامل في القرية اشتركوا في القرية اشتركوا في القرية وفي القرية يبحثان الملف الليبي والأوضاع في المنطقة الجعفري يقول أن وفد الحكومة السورية ينتظر من ديمستورا جدول أعمال محادثات جينيف وقائمة بمرشح المعارضة مصر وروسيا توقعان أربع مذاكرات تفاهم اقتصادي على رأسها اتفاقية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية بشرق فرسعيد بدعم من عمليات شراء على الأسهم القيادية اهلا بكم مجددا عاود مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ارتفاعاته لدى اغلق تعاملات اليوم أثلاثاء مدعوما بعملية شراء من المؤسسات وسندق الاستثمار المحلية والعربية والأفراد العرب على شرائح عديدة من الأسهم القيادية فيما توصلت عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو أربعة وأربعة من عشر مليار جنيه من خسائره ليصل إلى ثلاثمائة أربعة وتسعين وستة من عشر مليار جنيه بعد تداولات انجمالية بلغت ستمائة وعشرين مليون جنيه وربح مؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس ثلاثين من نسبته واحد وثلاثة وسبعين في المائة متجاوزا ستة ألف نقطة في حين تنجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة فاصل تسعة من عشر في المائة أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العمى والإحصاء ارتفاع قيمة الانتاج الصناعي بدون البترول بنسبة ستة وأربعة من عشر في المائة ليبلغ ثلاثة وتسعين وتسع من عشر مليار جنيه خلال الربع الثاني لعام الفين وخمسة عشر مقارنة بربع الأول من العام ذاته وعلى أساس سنوي ارتفع الانتاج مقارنة بالربع المناظر من عام الفين واربعة عشر بنسبة عشر وسبعة من عشر في المائة وأوضح ليحصى أن نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية كانت أهم الأنشطة الاقتصادية حيث يساهم بنسبة سبعة عشر وسبعة من عشر في المائة من قيمة الانتاج الصناعي يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية ثم نشاط صناعة الحديد والصلب اختتم المندد العربي للشباب أعماله بمكتبة الإسكندرية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وذلك لتشين فاعليات لخلق فرص للشباب بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية وعلى هامش المنتدى أقيم معرض توظيف الشباب بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات والهيئات من مختلف القطعات الصناعية والخدمية المحلية والإقليمية والدولية 2016 عام الشباب بامتياز حيث جمع بين خلق فرص العمل وتنمية قدرات الشباب من أجل تحقيق معدل مناسب لخفض نسبة البطالة لذلك وفرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية ما لا يقل عن 1200 فرصة عمل ذلك داقل منتدى الشباب العربية تعاون مع منظمة التنمية الصناعية بالأول المتحدة اليونيدو لأننا الحقيقة شايفين الموضوع اللي كانوا بتكلموا عليه اللي هي الاستثمار وقتحته عشان خلق فرص عمل جديدة وكمان عشان التنمية الخضراء أو الوظائف الخضراء فالحقيقة أنا شايف أنه كان موضوع مهم يتناغم مع عام 2016 اللي أعلم عنه السيد الرئيس أنه عام الشباب المؤتمر نقش سبل التعاون التقني من أجل تحقيق تنمية صناعية مستدامة والوصول إلى التقدم الاجتماعي العادل عن طريق تطوير نظم بناء القدرات في كافة المجالات نحن نستورد خمسين في المئة من احتياجات من قزائية في الوطن العربي معدلات البطالة في الوطن العربي تعتبر الأكبر على مستوى العالم وخاصة بين الإناث وتزداد حدة بين الشباب الشركات موجودة الشباب موجودين وتم إعلانهم والإعلانات في كل مكان بنأمل من الشباب فعلا أن هم ييجوا ويقدموا أنفسهم ويعبروا عن ذاتهم ولن يكون هناك مجاملة الاختيار الاختيار للأفضل والاختيار للأسعي وعلى همش المنتدى تم توقيع عددا من الاتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي ومنظمة التنمية الصناعية ومنظمة العمل الدولي للحد من البطالة خلق فرص عمل للشباب يعتبر بمثابة القطرة التي تدفع المجتمع للأمام وتقفز بمعدلات التنمية وخاصة الصناعية منها ما يرسم صورة مشرقة لغد أفضل من مكتبة الأسكندرية رمضان المطعني النيل أعلنت شركة بريتش بوتروليوم النفطية الأنلاقة عن موجة جديدة من الاستغناء عن آلاف العمال بعد تسجيل الخسائر في عام 2015 بلغت خمسة واثنين من عشرة مليار دولار لتراجع أسعار البترول وهي أكبر خسائر تسجلها الشركة خلال عشرين عاما وعلمت الشركة عن الاستغناء عن ثلاثة آلاف عامل في عملياتها في شتى أنحاء العالم لتضاف إلى الإعلام الأخير بالاستغناء عن أربعة آلاف عامل بينهم ستمائة عامل في بحف الشمال وأكدت الشركة على أن أعمالها سجلت خسائر وصلت إلى سبعمائة وثمانية وعشرين مليون دولار في شهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعد وصول صعر البترول إلى أقل مستوى لها منذ ثلاثة عشر عاما هذا الشهر نزل عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا أكثر من المتوقع في يناير لينخفض معدل البطالة إلى مستوى قياسي جديد في مؤشر على نمو مطرد في أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغب من الطباط الاقتصادي في الأسواق النشئة وذكر مكتب العمل الاتحادي أن معدل البطالة هبط إلى ستة واثنين من عشر في المائة من ستة وثلاثة من عشر في المائة في الشهر السابق مسجلا أدنى مستوى منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا نهاية وقفتنا الاقتصادية شكرا لكم مشاهدين وعودة لمتابعة بانوراما ميل مع زملاء أحمد سليمان وإيمان منصور شكرا جزيلا لك بجد استعادت قوات الجيش اليمني والمقاومة مواقع عسكرية مهمة من ميليشيا الحوثي صالح في محافظة الجوف حيث أكد محافظ المنطقة أن عملية تحرير الجوف ستكون قريبة ومن ناحية أخرى وصلت طائرات دول التحالف العربية قصف مواقع المتمردين في صنعاء واستهدفت معسكرا تابعا للحرس الجمهوري مما أدى لوقوع انفجارات عنيفة في مخازن البخيرة تواصل طائرات دول التحالف العربي قصف مواقع ميليشيات الحوثيين وصالح في مناطق متفرقة باليمن خاصة العاصمة صنعاء وضواحيها غارات التحالف استهدفت معسكرا الحفاء التابعة للحرس الجمهوري جنوب شرق العاصمة ما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة وارتفاع ألسنة نيران التي استمرت لمدة طويلة بسبب انفجار مخازن الذخيرة به تزامنا سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على معسكر نقيل الفرضة أول معسكر في المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء بعد معارك عنيفة وبذلك تكون قوات شرعية قد وضعت قدما ثابتة في طريقها إلى العاصمة كما أن هذا التقدم يسهل السيطرة الكاملة على موقع فرضة نهم بوابات صنعاء في غضون ذلك حققت قوات الجيش والمقاومة في محافظة الجو في شمال اليمن والمجاورة للسعودية انتصارا كبيرا باستعادة مواقع عسكرية مهمة من ميليشيات الحوثيين وصالح وتحرير مساحات واسعة من قبضتهم شمال شرق الحزم عاصمة المحافظة قوات الجيش والمقاومة تقدمت شمال مديرية خب والشغف التي تعد أكبر مديريات الجوف وتمثل ثلثي مساحة المحافظة وتمكنوا من الوصول إلى الخط الدولي الرابط بين منطقة البقع شمالا ومدينة الحزم عاصمة الجوف في الجنوب الغربي وقتلت وأسرت عددا كبيرا من الحوثيين كما استعادت القوات مواقع استراتيجية تكمن أهميتها في محاصرة الميليشيات الانقلابية وقتع الإمدادات عنها كما تجعل الطريقة مفتوحا إلى مناطق محاذية لمحافظة صعدة معقل قائد الميليشيات لتصبح صعدة محاصرة من ثلاثة اتجاهات فاز السناتر الجمهوري تيد كروز على منافسه رجل الأعمال المثير للجدل دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية لولاية أيوة ليكون بذلك مرشحا عن الحزب الجمهوري في الولاية يتيت ذلك بينما أشارت نتائج الأولية إلى فوز مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون على منافس السناتر بيرني ساندرز تحضر الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوة بأهمية كبيرة حيث تعتبر مقدمة لتحديد تربهات الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في شهر نوفمبر القادم أعلنت منظمة صحة العالمية فيروس زيكا حالة صحية عالمية طرئة بعد أن باتت الشكوء قوية بأنه سبب الارتفاع الكبير في التشوهات الخلقية لدى الموليد في أمريكا اللاتينية يأتي ذلك فيما شددت عدة دول من الإجراءات الاحترازية فيها تحسبا لوصول الفيروس إليها حيث أعلنت حكومة هندرز حالة الطوارئ بعد إصابة نحو 3700 شخص منذ منتصف ديسمبر الماضي حالة من الخوف بين العديد من الدول أثارها إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس زيكا حالة صحية عالمية طارئة الأمر الذي دافع الدول لاتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار الفيروس بها ففي هندرز أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية للتصدي لتفشي فيروس زيكا كما رصد الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز مبلغا أوليا تفوق قيمته 10 ملايين دولار للتصدي للفيروس وفي كوستاريكا أعلنت وزارة الصحة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس الذي تأكد بالفعل وصوله لديهم حيث أصيبت حالة نبه إن أعلان منظمة الصحة العالمية غاية في الأهمية وهو يعني أن الدول لا بد أن تبزل من مزيد من الجهود لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره وإلا سيتحول إلى وباء ولا بد أن تنسق الدول جهودها وليس أن تعمل كل الدول بشكل مفاصل وذلك حتى نستطيع جميعا أن نواجه هذا المرض وعلى الرغم من أن الحالات التي ظهرت حتى الآن كانت جميعها في الأمريكتين إلا أن هذا لا يعني أن هذا الفيروس لن يمتد إلى دول أخرى وأنحاء أخرى من العالم خاصة القارة الإفريقية والتي كان هذا الفيروس قد ظهر فيها في الماضي حيث رسل في أغندا عام 1947 مع استمرار حركة السفر والتجارة العالميتين بات انتشار فيروس زيكا إلى كافة أنحاء العالم بما في ذلك إفريقيا حقيقة وأمرا واقعا لذا يجب على دول القارة الإفريقية ووزارات الصحة بها أن تعي ذلك جيدا وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الوضع أما في البرازيل والتي تعد من أكثر الدول تضرورا من انتشار الفيروس فقد أكد وزير الصحة أن الحكومة تحشد كل الموارد لتدمير أماكن تكاثر البعود الناقل للفيروس خاصة وأن 80% من المصابين بالعدوى لا تظهر عليهم أعراض المرض الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة تهدد من انتشار الفيروس وتكمن خطورة فيروس زيكا في تأثيره المباشر على الحوامل حيث يؤدي لتشوه خلقي لدى الأجنة ورغم أنه لم يكن معروفا في الأمريكتين حتى العام الماضي حيث ظهر في شمال شرق البرازيل إلا أنه واصل انتشاره بسرعة في أمريكا اللاتينية عبر البعود من جنس إيريس إيجبتاي الناقل لحم الدنج والحم الصفراء وفيروس التشيكونغونيا والآن نتابع أخبار الرياضة مشاهدين في هذه الفانورامة إيمان الشيخ تقول أن صدرت الدور الإنجليزي ما زال مسيطرا على الأخبار الرياضية نعم أشك كرة القوة